تنضم إلينا من ولاية نهريني لمراسلتنا سالي بابكر سالي يعني تطلعين على آخر التطورات الميدانية والاشتباكات بين الطرفين وسيطرت كل طرف حتى الآن نعم لينا بالفعل يعني الاشتباكات لازلت محتدمة بين الجيش والدعم السريع في ألزة واسعة من العاصمة الخرطوم كان هناك قصف مدفعي في متقطع في شمال أمدرمان منذ مساء أمس وحتى الساعات القليلة الماضية كذلك دوي انفجارات في جنوب أمدرمان وكذلك أيضا دوي انفجارات وقصف مدفعي في غرب وسط وشرق الخرطوم وكذلك منطقة شرق النيل الواقع شرق الخرطوم احتدمت فيها للشباكات وكان هناك قصف مدفعي وكان هناك شهد دوية الانفجارات وشهد تصاعد عمد الدخان خاصة في منطقة شرق النيل أما جنوب أمدرمان فهذه المنطقة محتدمة فيها للشباكات منذ يومين بالقرب من سلاح المهندسين هذا المقر تتابع لي الجلش السوداني وتتواجد فيه وتتمركز فيه قوات تابعة للدعم السريع كذلك أيضا هجوم الحركة الشعبية شمال فصيل عبدالعزيز الحلو على القوات المسلحة وتصدي القوات المسلحة لها في جنوب الكرموك بولاية النيل الأزرق وهذه المرة الثانية كانت قبل يومين هناك هجوم أيضا لدات القوات التابعة للحركة الشعبية أيضا على القوات المسلحة في جنوب كردوفان في غرب السودان هذه الحركة التي بحسب المصادر أنها لم تشبك مع الجيش السوداني منذ أكثر من عشرة أعوام ولكن مناصري الجيش لا يرون إذا كانت هذه استغلال للأزمة الحالية من قبل هذه القوة إنها تتبع لخط قوات الدعم السريع ولكن بحسب المصادر أنها هي مناصري الجيش يرون بأنها هي تستغل هذه القوات المسلحة عفوا يرون بأنها هي تستغل هذه الأزمة الحالية الصراع المسلح بين طرفين النزاع هل هناك أي إشارة سالي لوجود أي هدنة تلوح في الأفق بين الطرفين قبل العيد؟ نعم بحسب المتابعات هناك محادثات بين ممثلي طرفين الصراع للاتفاق على هدنة جديدة تستمر طيلة أيام عيد الأطحى المبارك ولكن حتى الآن لم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي من أي جهة رسمية حتى الآن ولكن من المتوقع أن تقول هناك هدنة طيلة أيام عيد الأطحى المبارك شكرا لك سالي بابكر كنت معنا من ولاية نحر النيل